فرصة أمريكية جديدة لإيران رغم توتر العلاقات ألمح إليها قائد القوات الأمريكية للمنطقة الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي قبيل وصوله إلى منطقة الشرق الأوسط في سياق جولة الوزير بمنصبه الجديد إلى دول المنطقة تصريحات ماكنزي وإن لم تكن مكتملة التفاصيل توحي بحسب تقارير مختصة بنهج أمريكي جديد تجاه إيران ومشروعها في المنطقة نهج تقول مصادر مقربة من الرئاسة الأمريكية إنه مشتق من مقاربة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي أنتجت الاتفاق النووي مع الغرب مع تعديله بصورة تستجيب لمتغيرات ومعطيات اللحظة الراهنة الرئيس بايدن نفسه لم يخفي نيته في العودة إلى المسار الدبلوماسي لمعالجة الملف النووي الإيراني خيار أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي في أول مؤتمر صحفي بعيد أداء بايدن اليمين الدستورية رئيسا للبلاد فريق بايدن مرر تصريحات وتسريبات إعلامية فحواها أن الإدارة الجديدة تعتزم البحث عن حل تفاوضي مشابه لصيغة اتفاق عام 2015 بعد توسيع الاتفاق وتضمينه بنودا أخرى مثل المشروع الصاروخي الإيراني ووجود طهران في المنطقة عبر أذرعها العسكرية والسياسية هذا التوجه بدأ أكثر جدية منذ اختيار أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية الأمريكية وهو الذي كان نائبا لوزير الخارجية الأسبق جون كيري عراب اتفاق تموز النووي ثم تعين ويندي شيرمان نائبة لوزير الخارجية التي كانت اليد اليمنى للوزير كيري في مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران ورغم المعطيات المذكورة التي تتحدث عن احتمالية تفاوض نووي جديد فإن موقف إدارة بايدن في هذا الموضوع ما زال يلفه الغموض غير أن الرهان الأمريكي ما زال قائما بشأن أولويات إيران الحالية التي شهدت تغييرا بدءا بمقتل سليماني مرورا بتفشي فيروس كورونا ووصولا إلى وضع اقتصادي مشلول بجانب حزمة الأزمات الداخلية والخارجية المتلاحقة وعلى نقيض ذلك قد تؤجل إدارة بايدن البت في الملف النووي الإيراني ومثلها قضايا الشرق الأوسط في الوقت الراهن بسبب أزمات أمريكا الداخلية الضاغط على إدارة بايدن وقد لا تكون حصة المنطقة في حسابات بايدن أكثر من إدارة للأزمة حتى إشعار آخر مع الاحتفاظ بورقة الردع ضد إيران في المنطقة ترجمة نانسي قنقر